شوكم أعزائي جاني السؤال كيف واحد يكون قوي كيف واحد يكون قوي وفكرت بالموضوع كيف واحد يكون قوي لأنه أعتقد كل إنسان إلى تعريف يختلف للقوة قسم ناس يقول لك أن القوة يكون عندك قوة مالية عندك فلوس قسم ناس يقول لك القوة تكون قوة الدراسة عندك شهادة أو عندك شهادة قسم ناس يقول لك قوة الإرادة إنه واحد يكون قوي الإرادة قسم ناس يقول لك قوة الشخصية مسيطرة على كل حواليك أو حواليكي من موظفين إلى أهل إلى أي شيء قسم ناس يقول لك يجوز قوة جسمانية إنه واحد عنده أقوة جسميا عضلات والأشياء من البقية كل واحد إلى تعريف بمعنى القوة بالنسبة إلي القوة أو تعريفي للقوة عن تجربة حياتي جاء إنه وصلت إلى فهم إنه القوة ما لها علاقة بالقوة لا لا الاقتصادية ولا العلمية ولا الدراسية ولا الجسمية ولا شيء القوة تجي من معنى الأصالة الأصالة هل إحنا عايشين بحقيقتنا هل إحنا عايشين دي نحتي ودين نصرف ودين نقول ودين كل الأشياء اللي دين نسويه هو جاية من أصالتنا وليس من تصرف إنه بس نريد نسويه على مودة نراضي الناس لحوالينا لأنه لما نريد نصرف ونسوي أشياء بس على مودة نراضي الناس لحوالينا هاي بالنسبة إلي مو قوة يجوز إنك قوة مالية أو جسدية أو دراسية أو علمية أو 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 بس هاي مو قوة هاي بعدنا كل الأشياء دين نصرف إنه آني عندي قوة هيتي وأسيطر أقدر أسوي هيتي القوة إنه تجي إنه هل أنا عايشة بأصالتي طب لما نواحد يعيش بحقيقته من أصالة authenticity بالإنجليزي مو سهلة أوكي لأنه الناس رح يحشون الناس رح يقشبون الناس رح يقولون الأهل يجوز ما يرضون الأبي جوز يتعصى بالأم الجوز تبك شي كل الأشياء هاي صحيحة وكل الأشياء صارت بي أوكي كل الأشياء صارت بي فشون واحد تقولولي شون أوكي شنو معاناة الأصالة أنت عايشة عايشة حصارت بي كل الناس أعلانين عليها شون تقدرين تبقيها بالنسبة إلي تيجي صير بالنهاية العلاقة بين الإنسان وقلبه فالقوة تيجي من علاقتي مع نفسي ومع قلبي أوكي هاي العلاقة بالنسبة إلي أهم العلاقة ومتعلقة بالنسبة إلي شخصيا بعلاقتي مع ربي مع الله لأنه بالنسبة إلي الله نور يجي أصالة أصالة الحب أصالة الصدق أصالة الجمال أصالة كل شي تجاي من الله فلما أنا ما عيش مع أصالتي أو بحقيقتي ودأ أكذب على نفسي وعلى مجتمعي أنا أكون منقطعة عن الله وليس أعيش باستقاء يعني الصراط المستقيم مع الله بالنسبة إلي آني 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 ما أفسر الصراط المستقيم بس إنه واحد يقول ما يسرقه ما يكذبه الأشياء والليه كلش مهمة طبعا بس إنه هل أنا ما دأ أسرقه ما دأ أكذب على نفسي وعلى الحوالية ما دأ أكذب أوكي على نفسي وعلى الحوالية فهاي تجي الأصالة فصعبة ما يدأ كذب لما الناس ينتقدون والأهل يخافون والأصدقاء هذا صعبة ويكون أكو مرحلة واحد يعيش بوحودية أوكي بالإنجليزي loneliness ناس سو إنت مثلا إنت تريد تسوي شي أو إنت تريد تسوي شي قلتوا حقيقتكم الأهل والجوارين والعوائل زعلوا أوكي والأصدقاء زعلوا شون إنت تقدر تسوي شي شون تقدر شون تقول هي شي إنت ما عنه إنت القلت وعن حقيقتك أو عن حقيقتك رح يكون فترة كلش قوي صعبة لأن الكل يصير انتقادات عدتهم بالنسبة إلي هالإلاقة مع نفسي ومع قلبي مثل واحد مثل الشجرة وإلها جذور مثل آني هاي المرحلة الصعبة آني حاضن الشجرة والعواصف تصير وراي فعندي اختيارين أما أبقى أحضن الشجرة وآمن أنه في يوم من الأيام كل شي رح يصير أوكي أو أترك جذوري شجرة مثل جذوري وأتخلى عن مبادئي وعن حقيقتي وأستسلم على مود الناس يتقبلوني أو الأهل يحبوني وطبعا أنا مسوية شي أشياء بحياتي مستسلمة عن اللي أريده على مود أرضي الأهل أو الأصدقاء بس اللي تعلمته كل ما أسوهيتي كل ما أسوهيتي يصير عندي مرارة بفمي وطعم الحياة يروح من عندي أوكي وكل شي يكون أنا عايشة مراضية الحوالية بس أنا متكئبة داخليا أنا متكئبة فيصير عندي أوكي أما أنا أستسلم عن إرادتي وعن أحلامي وعن أريده وعن أفكاري وأرضي الآخرين أو وأكون أتكئب لأن هذا رح يكون ما عايش بصراحتي ما عايش بمصداقيتي أو أعيش بمصداقيتي والكل مثل عواصف حوالي عواصف رملية عواصف رياح حوالي والكل الناس يعيطون هالأشياء بس على الأقل أنا بنفسي وبعلاقتي وبجذوري مرتاحة مع نفسي ومرتاحة مع علاقتي بربي لأنه عدا أحجي عن الحقيقة أنا جاء ربطها الثانية أوكي الأول لما استسلمت أفضل أنا أموت لأنه رح أموت أنيوي رح شي بي يموت بروحي يموت أوكي الطريقة الثانية كل الصعبة لأنه الناس ينتقدون والناس يحجون والناس يسوون والأهل يهددون بس لما بقيت لازمة وأقول هذي حقيقتي هذي حقيقتي هذي حقيقتي هذي مبادئي هذي مبادئي بالنهاية وراء السنة وراء أشهر وراء سنتين ما أعرف بالنهاية الكل اللي اعترضوا عن مبادئي اجوا وقالوا أوكي أما اتفقوا معها وأما هم تقبلوها سو بالنهاية وصلت إلى مرحلة السعادة بالوسط صعبة بالبداية واحد يحكي حقيقته زين ف بالخلاص الموضوع لما واحد يحكي عن حقيقته كلش صعبة أوكي القوة تجي مو من القوة طبعا القوة المادية كلش مهمة والقوة الألم كلش مهمة وقوة الشخصية كلش مهمة بس هاي كل القوة ما تقدر تلزمكم إذا ما عدتكم قوة مع قلبكم مع شجرتكم مع جذوركم مع علاقتكم بقلبكم وبالله أوكي هالقوة المالية تروح وترجع القوة العلمية ناس يحبوها وناس ما يحبوها القوة الشخصية واحد يكون مسيطر ناس قسم يقبلونه وقسم ما يتقبلون كل القوة تعريفها سطحي بالنسبة إلي القوة تجي من إيماني مع قلبي أوكي هذا القوة وبكل حوال الطريق صعب جدا 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 صعب بس بالنهاية المسارة تسوى لأنه بالنهاية اطلع حريتي أو حريتك أو حريتك فلازم واحد يصبر ولازم واحد يآمن ولازم واحد يكون عنده أن دائما يكون عنده الأقل صديقة وحده أو أصدقاء اثنين اثنين هم لازمين ظهري ويآمنون بلده أقوله بس على الأقل أحد أثنين يآمن بلده أسوي وراها تيجي مسارة الحرية ماكو شي سهل بالحياة بس العيش الحقيقة يسوى لأنه بالنهاية طعم الحياة يكون طيب مو مر والحياة تكون حلوة وأرجو أنه هذا استفاد يعني شي فيتكم ما أعرف عندي أجاوب على سؤالكم وخبروني على أدكم أسئلة أكثر مع كل حبي كله شكرا